وللحديث عن آخر التطورات الأمنية العسكرية والميدانية ينضم إلينا من رمالة مرسل حدث أزميل عبد الحفيظ إجعوان أهلا بك عبد الحفيظ معنا في هذه التقطية المستمرة لليوم السادس والأربعين وبالتوقف عند الموضوع الذي يحظى بكثير من الاهتمام هو موضوع الأسرة قبل أن نتحدث عن الميدان هل من معلومات مسربة هل من جديد فيما يتعلق بهذا الملف الحساس فقط المعلومات هي عن الثمن الذي قد يدفع من قبل الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في هذه الصفقة ما صدر مؤخرا من ما نشرته كاليت رويتر من البيان الرسمي عن حركة حماس يقول أنه ردت الحركة وقبلت بالإفراج عن عدد كبير من المدنيين الإسرائيليين في قطاع غزة ما فهمناه يوم أمس وخلال الليل أن حركة حماس تخشى من أن هدنة لمدة خمسة أيام لن تكون كافية أولا لتضميد جراح قطاع غزة وإدخال ما يكفي من مواد أولية ومواد للفلسطينيين في قطاع غزة ثم أن حركة حماس تخشى أن هناك خطة ما ربما بعد الإطلاق صراحة المدنيين أن تواصل إسرائيل وتعود إلى عملياتها المكثفة وتكمل عملياتها الميدانية على قطاع غزة حركة حماس ترغب في هذه الصفقة أن تؤسس لوقف إطلاق النار وقف كامل لإطلاق النار وعودت الأمور إلى حالها ثم التحول إلى صفقة شاملة تشمل أسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وليس فقط مجرد هدنة تستغلها إسرائيل لإخراج المدنيين ثم تكمل عملياتها العسكرية كما هو الحال منذ 7 أكتوبر حتى يومنا الحال نعم وفقا لآخر ما تناولته الأنباء حول هذه الصفقة بأن الكرة الآن في ملعب حماس على كل حال سنكون في متابعة لأي جديد أيضا فيما يتعلق بالميدانيات عبد الحفيظ هناك حديث عن اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ببلدة لقباطية جنوب جنين ما هي المعلومات المتوفرة لديك؟ نعم الأمور جزيل في الضفة الغربية على حالها منذ 7 أكتوبر ما زالت إسرائيل تنفذ حملة عسكرية واسعة في الضفة الغربية تستهدف اعتقال العشرات من الفلسطينيين كل ليلة نتحدث عن نحو 3000 فلسطيني تم اعتقالهم منذ 7 أكتوبر إلى يومنا الحالي وبالتالي ما حدث في بلدة قباطية جنوب جنين أيضا بلدة اليامون بلدة السيلة وحتى مخيم جنين ومدينة جنين شهلت هذه المناطق اقرحامات هذه الليلة واشتباكات مسلحة اشتباكات بيتنا نراها في كل مرة تقتحم الكوات الإسرائيلية هذه المخيمات والمدن شمال الضفة الغربية في قباطية تحديدا تصدى مقاتلون فلسطينيون الكوات الإسرائيلية وأطلقوا عليها النار وفجروا بعض العبوات الناسفة محلية الصنع خلال هذا التواغل الإسرائيلي تم اعتقال نحو 8 فلسطينيين من بلدة قباطية إضافة لإصابة ثلاثة آخرين بجروح ولكن هو الحال ذاته مثلا حدث في بلاطة شرقي نابلس أيضا شهد المخيم طيلة الليل عملية عسكرية واسعة أدت أيضا اعتقال عدد كبير من الفلسطينيين وهذا الأمر أيضا في مختلف مناطق الضفة الغربية سواء في بلاطة أو في مخيم الجلزون في رامالله وعناتا قرب الكدسة والخليل معظم المناطق الفلسطينية تعرضت لعمليات توغل وقتحام لتنفيذ عمليات اعتقال هذه الليلة أيضا ماذا بالنسبة للمدهمات والاعتقالات لسيما فهي تنشط خلال ساعات الليل بالنسبة طبعا للضفة الغربية نعم بتأكيد هي نعم بتأكيد إسرائيل كانت قد وضعت هدفا منذ اليوم الأول أنها تريد القضاء على القاعدة الشعبية لحركة حماس في الضفة الغربية وبالتالي شنت حملات اعتقال واسعة منذ اليوم الأول حاليا نتحدث أن هذه الحملات حملات الاعتقال تستهدف النشطاء أيضا من مختلف الفصائل الفلسطينية وحتى النشطاء الفلسطينيين الذين لا ينتمون لأي فصيل فلسطيني هناك عمليات عسكرية واسعة إسرائيل تقول أنها تكافح الإرهاب في الضفة الغربية ومن الملاحظة أنها تقوم بنشر وتوزيع منشورات في كل المخيمات والأماكن التي تستهدفها وتدعو الأهالي لنبذي الإرهاب والابتعاد عن السياسة وعدم كتابة منشورات وما إلى ذلك ولكن هناك حملة أمنية واسعة في محال شعرت السلطات الإسرائيلية أن أحدا ما قد كتب أو يهدد أو يشارك في تظاهرات أو ينتمي لأي فصيل أو ناشط اجتماعي يتم اعتقاله على الفور نتحدث عن اعتقال عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين الذين لا شأن لهم سواء أنهم يكتبون مثلا نتحدث عن اعتقال 30 صحفي في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر وبعضهم حول فعلا إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر شكرا لك على كل هذه المعلومات على كل حال سنبقى في متابعة لكل تطور جديد من رمالله كان معنا مراسل حدث الزميل عبد الحفيظ جعوان